انت لابد ان انت تبتعدي عشان تشوف الصورة الكلية ولابد ان الثورة دي تصل لاهدافها عشان تقدر تقيم التجربة او تفشل لما وصلتش لاهداف على فكرة 25 يناير و30 وفي حياة كريمة وفي عدالة اجتماعية وفي حرية وطن ومواطن وكل الشعرات دي تنفزت على الارض عارفة دي هتبقى في حكم التاريخ ايه هتبقى حركة الشعب في 30 يونيو او حركة الشعب او انتفاضة شعبية في 25 يناير وانتفاضة اقرى في 30 ست مش هيتقى اكتر من كده تاريخية 23 يونيو كانت حركة جيش تحولت بالممارسات لصورة حقيقية لانها غيرت وجه مصر وغيرت التركيبة الاجتماعية احنا كده هتوصل ولا بنوصل ولا ايه تقيم احنا لا مناصل ان احنا نوصل واهداف الصورة دي اتحقق انا رأيي ده قدرنا لكن اللي بقول احنا كده رجعنا لقبل كده لا اللي شايف كده هو قاصر على الفهم الناس حتى الناس اللي هم النصريين نفسهم ما بيبصوش لتجربة جمال عبدالناصر جمال عبدالناصر قعد في الاربع سنين الاولى من 52 لغاية 56 يؤمن بنظرية التجربة والخطأ وكان لسه مش فاهم حاجات كتير جدا وعبال ما فهم الدنيا قعد اربع سنين جمال عبدالناصر نفسي بس برضو رجعنا نتكلم في السياسة لازم أنا اللي رجعت انا عارفة السياسة اللي اخدنا غزبا عننا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة